أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام لما هنا يذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى من آياته العظيمة التي تدل على توحيده وصدق ما وعد به فقالوا من آياته الجوار في البحر كالأعلام وهي السفن واحدتها جارية أي سائرة قال الله تبارك وتعالى إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجارية في البحر كالأعلام أي كالجبال جمع علم وهو الجبل قالت الخنسة وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ وكما قال الخليل كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم ويروى عن مجاهد ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالقصور وعلى أي حال من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى هذه السفن التي تكون في البحر تجري بأمر الله سبحانه وتعالى كأنها جبال أو كأنها قصور قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الآية إيَّشَ يُسْكِن الْريح يعني يُسْكِن الْريح التي تجري بها السفن وإذا سكنت الريح قال فيضللن أي السفن رواكد أي سواكن ثوابت على ظهر البحر إن في ذلك في ذكر أمر السفن لآيات ودلالات عظيمة لكل صبار شكور أي لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء والصبار هو الذي إذا أُعطي شكر وإذا ابتُلْيَى صبر إن في ذلك الآيات لكل صبار وهو أبلغ من صابر يقول بعض السلف كم من منعم عليه غير شاكر وكم من مُبتلَى غير صابر أو يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا أي يُهْلِكُهُنَّ بالغرق والمراد من هو في وسط هذه السفن بما كسبوا من الذنوب كما قال تعالى في الآية السابقة التي قبل هذه قال وَمَا أَصَابَكُم مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ أو يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة وقال تعالى وَلَوْ يُأخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى فالبحر من آيات الله العجيبة وجريان السفن فيه أيضاً من آيات الله العجيبة وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ هنا هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء القوم الذين يُجَادِلُونَ في آيات الله بغير علم أنهم ليس لهم مهرب ولا ملجأ وقد سبق تفسير المُجَادَلَة بغير علم في سورة غافر وفي غيرها مما حيص من قولهم حاص به البعير حيصةً إذا رمى به ومنه قولٌ فلانٌ يحيص عن الحق أي يَمِيلُّ عن الحق ويحيدُ عنه ثم قال الله تبارك وتعالى فَمَا أُتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَا أُتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الدلائل التوحيد ذكر هنا التنفير عن الدنيا لأن من شأن الدنيا أنها تحجب الإنسان عن التفكر خاصة إذا استولت على القلب فأنها تحجب الإنسان عن التفكر والتدبر والنظر فيما خُلِق من أجله فقال فَمَا أُتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا أَعْطِيتُمْ مِنْ الغِنَى وَالسَّعَةِ في هذه الحياة الدنيا فإنما هو متاعٌ قليل كما قال تعالى فَمَا مَتَاعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ما عنده من ثواب الطاعات والجزاء عليها والنعيم المقيم في الآخرة خيرٌ وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فهم يفوضون أمورهم إلى الله ويعتمدون عليه لا على غيره في جميع شؤونهم ثم قال تعالى وَالَّذِينَ يَجْثَيْبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ والمراد بكبائر الإثم الكبائر من الذنوب وقد مرَّ في سورة النساء في قولي تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نُكفِّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً والذنوب أكبر كبائر وكبائر وصغائر والكبائر وأكبر الكبائر لا بد لها من التوبة وأما الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والكبائر عند العلماء الصحيح أو أرجح الأقوال أنها محدودة وليست بمعدودة ولهذا لما قيل إلى ابن عباس الكبائر هي سبع قال هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام منها سبعا فقال اجتنبوا السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل النفس واليمين الغموس وقدف المحصنات إلى آخره وأيضا قال من الكبائر شتم الرجل والدي وجاء في حديث أخرى أيضا تعداد بعض الكبائر الكبيرة عند العلماء هي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو جرى التبرؤ من فاعله كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله ولا شك أن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب كما سبق كبيرها وصغيرها فإن التوبة هي فريضة العمر ويجب أن يصبح الإنسان تائبا ويمسي تائبا وأعظم هادم للذنوب والخطايا والأوزار هو التوبة وكثرة الاستغفار والذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والفواحش هي من الكبائر لكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها وفيه من الكبائر ما تصل لدرجة الفحش مثل قتل النفس ومثل الزنا ومثل القول على الله بغير علم فهذه فواحش وكبائر أيضا وقيل أن الفواحش مجيبات الحدود وقيل أن الفواحش هي في الزنا وإذا ما غضبوهم يغفرون أن يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ويكضمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم وهذه خصلة عظيمة جدا في الإنسان إذا كضم غيظه وعفى عن ظالمه وفرق بين العفو عند المقدرة وبين كون المسلم يكون عزيزا ويعفو عند المقدرة وبين كون يكون ذليلا مهانا مستذلا وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى وسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان ما شاء أو يخيره من الحور ما شاء وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كظم الغيظ والصفح وقد عفى عن الأعراب الذي كما في الصحيحين جبد بردة وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من كدك ولا من كد أبيك فالتفت وتبسم ثم أمر له بعطاء وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم قال الحر بن قيس دخل رجل قريب لي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هي بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع بالرجل لأن وساء الأدب في مجلس أمير المؤمنين قال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال فوالله ما جاوزها عمر حين تليت عليه وكان وقافا عند حدود الله تعالى وهذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت جارية من جواريها إلى أمير المؤمنين عمر فقالت إن صفية تعظم السبت وترسل أموالا إلى اليهود فسأل عمر صفية أم المؤمنين عن هذا فقالت أما السبت فوالله ما عظمته بعدما أبداني الله تعالى به يوم الجمعة وأما إرسالي بعض الصدقات إلى اليهود فإن لي فيهم قرابة فقالت صفية للجارية ما حملك على هذا قالت حملني على ذلك الشيطان قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون فهذه أخلاق أهل الإيمان أن الإنسان لا يتشفى من خصمه بل إنه يستعمل معه العدل ثم إذا قدر فإنه يعفو ويصفح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون فلا يحملنهم الغضب على أن يتجاوزوا الحدود الشرعية أو أن يظلموا من كان بينهم وبينه عداوة أو ما إلى ذلك وأصعب ما يكون على النفس أن تستعمل العدل مع من يبغضها ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا يجرم أنكم شانآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فهنا إذا جعل المؤمنين هنا صنفين صنفاً يعفو عن ظالمهم فبدأ بذكرهم وصنفاً ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتي ذكرهم لكن المؤمن الذي إذا قدر عفى لأنه كان كما يقول بعض السلف يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا فرق بين الذلة والمهانة وبين أن تكون قدرت على من ظلمك فعفوت عنه فأنت لا تلام على طلب حقك وعلى إظهار العزة لكنك إذا قدرت على حقك تقوم بالعفو والتجاوز وهذه خصلة أهل الإيمان وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس مشاورة مع أن الله تعالى أيده بالوحي فكان يستشير أصحابه عليه الصلاة والسلام وكذلك ينبغي أن يكون أهل الإيمان ينبغي أن يكون بين المسلمين هذا الخلق العظيم خلق الشورى في أمور المسلمين العامة وكذلك في أحوال الناس الخاصة فيستشير الرجل زوجته في بعض أمور الأسرة ويستشير الحاكم عقلاء رعيته وأهل الحل والعقد في أمور مملكته وما يحتاجه الناس فهذا من الخلق العظيم وقد كان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو هدي الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة في يوم الحديبية وأخبرها بما الناس عليه حيث إنهم شق عليهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا وكأنهم طمعوا أن يدخلوا مكة فقالت له أم سلمة رضي الله عنها أخرج يا رسول الله ومر الحلاق فليحلق رأسك ولا تكلم منهم أحدا فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيها ثم خرج وفعل ذلك فقام بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا يعني قاموا بسرعة وحلقوا رؤوسهم منفذوا هذا وليس معنى هذا أن المرأة تكون من أهل الشورى بمعنى أن تدخل مع أهل الحل والعقد ويعقد لها تكون تدخل معهم ويستشيرون في أمور الناس العامة كلا وإنما المراد أن المرأة يؤخذ رأيها فيما يختص بأمور النساء أو كذلك فيما يخص أسرتها وفيما يخص بيتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها ولا يعهد في الإسلام وقد أشرت لهذا فيما خلى لا يعهد في الإسلام أن مجالس الخلفة ومجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم نساء يدخل معه في الشورى ليستشرن فيما يجري على الناس وفيما يحل بأمر المسلمين وإنما قد تدل المرأة برأيها في وقت ما في أمر خاص في قضية خاصة وليس في أمور المسلمين العامة وأمرهم شورى بينهم ولا شك أن الشورى والاستشارة أنها عمل يعني خلق فاضل ولهذا أحيانا الإنسان يجري له أمر من الأمور ربما يكون هو من أهل المشورات لكنه يحتاج أن يشاور وهذه علامة العقل أن الإنسان يضيف إلى عقله عقولا أخرى شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما نأى ودنى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي فأحيانا قد يكون الشخص يقصده الناس ليستشيروه وهو أيضا يشاور غيره ولا أكمل وأزكى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان أكثر الناس مشاورة لكن الإنسان أيضا إذا أراد أن يستشير فإنه يستشير إنسانا لبيبا عاقلا حازما ويأخذ برأيه بعد الاستخارة قال العلماء ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره فإن الله يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون في سبل الخير ويتصدقون على المحتاجين ثم ذكر سبحان الطائفة التي تنتصر ممن ظلمها فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي أصابهم بغي من بغى عليهم بغير الحق فإنهم ينتصرون لأنفسهم ذكر سبحان هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح لأن التذلل لمن لأن التذلل للباغي ليس من صفات من جعل الله له العزة والله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والانتصار عند البغي فضيلة كما أن العفو عند الغضب فضيلة فلا يخلط الإنسان بينهما الانتصار عند البغي فضيلة كما أن العفو عند الغضب فضيلة يقول النخعي كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزة الحد كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساوات انتصار على المساوات وظاهر هذا العموم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بيّن أن جزاء لما بيّن جزاء السيئة بمثلها بيّن فضيلة العفو فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله يعني من عفى عن من ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فإنه لا شك إن الإنسان إذا عفى عن ظالمه سيزول ما بينهما من إحن وعدوات وإذا كان هناك خلاف سيكون بينهما عكس الخلاف وهو الموافقة والمؤالفة والصلح ولهذا قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وما أعظم الأجر إذا كان على الله هنا أبهم الأجر تعظيماً لشأنه وتنبيهاً على جلالته الله أكبر قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله ما قال فأجره الجنة أجره على الله إذا كان أجرك على الله فلا تسأل عن الأجر الذي سيكون عند الكريم الوهاب سبحانه وتعالى فهو أجر عظيم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في الجنة أن الرجل يوم القيامة يأتي بينه وبين أخيه مظلمة من أهل الجنة فيقول الله يرفع له قصر فيقول يا ربي لمن هذا القصر ألنبي أم لصديق أم لشهيد فيقول لك أنت إذا عفوت عن أخيك فيقول يا ربي قد عفوت عنه قد عفوت عنه وهذه أخلاق كما سبق أخلاق الأنبياء وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق التابعين ومن تبعهم بإحسان والإمام أحمد رحمه الله له مواقف الإمام أحمد بن حنبل له مواقف مشهودة في العفو حتى قال كل من آذاني وقد سجن وأوذي وضرب قال كل من آذاني فهو في حل وقرأت قول الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك ومثل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح بن أثاثة وكان من المهاجرين الأولين في شأن عائشة استزله المنافقون فتكلم تحدث بحديث الإفك حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فلما نزل قال الله تعالى ولا يأتلئ أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فأجرى أبو بكر رضي الله عنه أن نفقه ولم يقطعها عنه حتى مات ومثل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يعفو عن ظالميه ولو في هذا مواقف يضيق الوقت عن إرادها وذكرها فقال الله سبحانه وتعالى هنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون ثم قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة فمن عفى وأصح فأجرى على الله إنه لا يحب الظالمين أي المبتدئين في الظلم الذين يتجاوزون الحدود والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ودعاء المظلوم مستجاب وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه كما جاء في مسند الإمام أحمد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنها دعوة المظلوم وقال أبو الدرداء رضي الله عنه اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارات من نار فالظلم من أعظم الذنوب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فأكد تحريم الظلم بثلاث مؤكدات الأولى أنه قال حرمت الظلم على نفسي والثاني قال وجعلته بينكم محرما والثالثة قال فلا تظالموا إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل اللام لام القسم كما قيل وقيل أنه لام الابتداء ولمن انتصر بعد ظلمه ومن هنا شرطية وجوابها فأولئك ما عليهم من سبيل ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل يعني ما عليهم مؤاخذة وعقوبة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يعني يعتدون عليهم ابتداءا ويظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم يظلمونهم بقتلهم أو بأخذ أموالهم أو بالاعتداء على أعراضهم أو بقذفهم أو بأي نوع من أنواع الظلم والأذى ويبغون في الأرض بغير الحق يعملون في النفوس والأموال بغير الحق أولئك الذين يظلمون الناس لهم عذاب أليم بهذا السبب ثم رغب جل جلاله في الصبر والعفو فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أي إن ذلك منه إن ذلك لمن عزم الأمور يعني من الأمور التي أمر الله تعالى بها ورغب فيها إن ذلك لمن عزم الأمور ثم قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى الظالمين أي المشركين المكذبين للبعث لما رأوا العذاب نظروا إلى النار يقولون هل إلى مرد من سبيل يعني هل من رجعة إلى الدنيا يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى قال الله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل يعني ساكنين متواضعين إذا عرضوا على النار من الذل والهوان كما قال الله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقال جل وعلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وهنا قال ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي من الذل والوجل وقال الذين آمنوا وقال الذين آمنوا إن الخاسرين أي الذين كملوا في خسرانهم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة أما خسرانهم لأنفسهم فلكون يمصاروا والعياذ بالله معذَّبين في النار إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأما خسرانهم لأهلهم فإلا أنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم أبد الآباد ثم أمر الله جل وعلا عباده بأن يستجيبوا لا وحذَّرهم فقال استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله أي استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به جل وعلا وبكتبه ورسله واليوم الآخر من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رد دفعه من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله لا مردَّ له من الله له يوم القيامة ما لكم من ملجأ تلجأون إليه ما لكم من ملجأ تلجأون إليه وما لكم من نكير أي إنكار يعني ما لكم من إنكار هذا اليوم بل تعترفون يعني هذا اليوم لا يمكن أن تنكروا فيه شيئاً ولا أن تجحدوا فيه شيئاً لأنه يوم الاعتراف يوم لا يستطيع الإنسان أن يخفي فيه شيء من الأشياء تعترفون بذنوبكم وما لكم من ناص ينصركم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها ولا موكلاً بهم ولا رقيباً عليهم إنما عليك البلاغ إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بأن تبلغه وليس عليك غير ذلك وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة إذا أعطيناه منا رخاءً وصحةً ونعمًا فإنه يصيبه الأشر والبطر وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا نزل بهم بلاء ومرض وشدة وقحط بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والسيئات فإن الإنسان كفور يعني كثير كفر لما أنعم الله جل وعلا عليه به لا يشكر وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان ولهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه الاستغنى وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ثم قال تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتصرفا لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع يخلق ما يشاء من الخلق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وهذا وهذا من الله سبحانه وتعالى لحكم لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدسة اسمائه له الحكم في هذا يهب لمن يشاء إناثا يعني يعطي من يشاء من الذرية إناث فقط ويعطي من يشاء ذكورا فقط ويجعل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فصارت أقسام الناس كم؟ أربعة أقسام منهم من يرزقه الله تعالى الذكور فقط ومنهم من يولد له البنات فقط ومنهم من يجمع الله له بين الإناث والذكور ومنهم القسم الرابع من يجعله الله تعالى عقيما لا يولد له وله في ذلك الحكمة التامة والعلم الشامل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وولا شك أن أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى ذرية سواء كانوا إناثا فقط أو ذكورا فقط أو جمع له بينهما أو جعله عقيما أنه يجب أن يشكر وأن يصبر وأن يقوم إن رُزق ذرية من الأقسام الثلاثة عليه أن يتقي الله تعالى بهم وأن يربيهم على الإسلام والسنة وأن يعلم أن الله تعالى سائله عنهم وليرجو أن يكون هو وإياهم ممن قال الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأن يتذكر فيهم قول الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وأن يتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي أي علموهم وأدبوهم ومن الناس من يتسخط لميلاد البنات إذا ولد له بنات تسخط وهذه من الجاهلية البغيضة وسيأتي الحديث والإشارة إن شاء الله في سورة الزخرف عن هذا الأمر ومن الناس من يتسخط إذا لم يرزق إلا الذكور فقط ومنهم من يتسخط إذا رزق الذكور والإناث ليتسخط لأمور كثيرة يظن أنه هو الذي يرزقهم والذي يقوم بهم والواقع أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا يولد مولود إلا ورزقه معه وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يأمر الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله أو شقي أو سعيد ومما يستملح في هذا الباب ما جاء عن بعض السلف أن رجلا شكى إلى آخر كثرة عياله ونفقاتهم فقال له هذا الرجل الصالح يا فلان انظر واكتب لي من أولادك من ليس رزقه على الله فأنا أتكفل به فسكت ذاك الرجل لأنه يعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن الناس من يتشكى ويتألم لأنه كان عقيماً ولا يعلم قد يكون هذا من رحمة الله تعالى به ويمكن لو رزق الأولاد لصاروا سبباً في شقائه وحرمانه من سعادة الدنيا والآخرة ولهذا قال الله جل وعلا في شأن الخضر وموسى لما قتل الخضر الغلام قال الله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة فلله تبارك وتعالى الحكمة التامة في هذا الأمر إنه عليم قدير بليغ العلم عظيم القدرة ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجهه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه وهذا كما قلت في أول سورة الشورى إشارة إلى أن السورة تدور على الوحي فهي بدأت بالوحي وختمت بالوحي كذلك في أولها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وفي ختام السورة يقول الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا وَقَالَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا فَافْتُتِحَتْ بِالْوَحِيْ وَاخْتُتِمَتْ بِالْوَحِيْ فهنا ما صح لفرد من الأفراد للبشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه وكما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل لزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلا وحياً أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام كلمه بحيث يسمع ولا يرى أو يرسل رسولاً وهو الملك فيوحي أو يرسل رسولاً من رسول الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فيوحي بإذنه ما يشاء أو غير جبريل لكنه الغالب أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي إنه علي حكيم ثم قال تبارك وتعالى إلا وحياً المقصود به هنا الوحي هو أن يلهمه الله تعالى بأن يقذف في قلبه شيء كما قالت عائشة فكان يرى الرؤيا فكان ما يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصبح ورؤيا الأنبياء رؤياهم في المنام وحي لأن الشيطان لا يتسلط عليهم فهذا هو المقصود بقوله تعالى إلا وحياً فالمقصود بالوحي هنا هو ما يلهمه الله هذا النبي في قلبه أو ما يراه في منامه ويقذفه في قلبه أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا هنا الله تبارك وتعالى سمَّ الوحي سمَّه روحاً لأنه سبب للحياة قال الله تبارك وتعالى أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها فالوحي سمَّه الله تعالى روحاً لأن به الحياة كما أن الجسد يحيى بالروح وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ومن هداه الله تعالى فلا منظل له ومن أضله فلا هادي له وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط مستقيم وهنا أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من يهدي ونفع عنه الهداية في قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت فما الفرق بينهما أما المنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت فالمقصود بها هي هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في القلب وأما المثبت هنا فهو هداية الدلالة والإرشاد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ترجع إليه سبحانه وتعالى أمور الدنيا وأمور الآخرة وأمور الكون لا إله إلاه لا خالق غيره ولا رب سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر